تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العالمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقيات تهاني من أخوانه ملوك وأموره ورؤساء الدول العربية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وتلقى فخامة الرئيس برقيات تهاني من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأسمو الأمير مشعل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين كما تلقى فخامة الرئيس برقيات تهاني من جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وجلالة الملك عبدالله الثاني بن حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية وفخامة الرئيس محمود عباس أبو مازين رئيس دولة فلسطين وفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي عربوا فيها لرئيس مجلس القيادة الرأسي عن خالص التهاني بهذه المناسبة الدينية الجليلة والتمنيات لفخامته بموفور الصحة والسعادة والشعب اليمني الأمن والاستقرار والازدهار واتلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي برقياتي تهنئة مماثلة من ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة